قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب قال إن حرية الرأي والتعبير تعد أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم جاء ذلك في جلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأضف راغب أن نقاشات اليوم تضمنت نوضعين الأول هو وسائل الإعلام والتعددها وحيادتها واستقلاليتها والثاني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشوة العلانية مؤكدا أن جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة